اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أصعد الأوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن نهار اليوم انخفضت قليلا درجات الحرارة مقارنة بالحرارات المسجلة يوم أمس كانت درجات الحرارة حول إلى أعلى وقليل المعدلات مثل هذا الوقت العام وسادة تقصر بيعدافة إلى حار نسبي خاصنا خلال ساعة النهار بينما كان لطيف إلى ماء للبرودة خلال ساعة الليل تفاصيل أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام القليلة القادمة نستعرضه في هذه الخريطة يوم الجمعة كما ذكرنا انخفضت قليلا درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس درجات الحرارة كانت أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت العام ليلا تنخفض درجات الحرارة بيسوط طقس لطيف إلى ماء للبرودة خاصة خلال ساعة الليل المتأخر يوم السبت تسجل درجات الحرارة المزيد من انخفاض لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت العام وتتشكل الغيوم المنخفضة مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية خلال ساعة الصباح الباكر من يوم السبت بإذن الله حيث تنتشر هذه الغيوم منخفضة في المنطقة الشمالية أجزاء من المنطقة الوسطى وأيضا فوق القمام الجبلية العالية من جبال الشرح يوم الأحد أيضا تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت العام طقس ربيع دافئ خلال ساعة النهار لكن ماء للبرودة خلال ساعة الليل يوم الأثنين تعود وترتفع قليلا درجات الحرارة لتصبح على إلى حول معدلاتها مثل هذا الوقت العام يستمر الطقس ربيع دافئ خلال ساعة النهار لطيف إلى ماء للبرودة خلال ساعة الليل نهذا بالآن لتوقعات الجوية للعاصمة عاما خلال هذه الليلة حيث يشوي الطاق الصافي مع 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحصوصة 18 درجة مئوية الرطوبة حوالي 80% ورية تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلات أسرع توقعات الجوية الث letzte أيام قادمة يوم السبت 27 درجة مئوية كحرارة عظمى أم الصغرى 17 درجة مئوية يوم الأحاد 28 درجة مئوية أم الصغرى 18 درجة مئوية يوم الأثنين تعود وترتفع درجة الحرارة مع أجواء صافية مع 30 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 23 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة